التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياضة اليوم رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي الدافوس السيد بورغ بريندا وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة عشرين ثلاثين حضر اللقاء وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف ومدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ بدر العساكر كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد ميرك دوشيغ ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة السيد مورون كيروز